موسيقى 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 أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وترجمة نانسي قنقر سبحانه وترجمة نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر كيف سي مشاعرنا? الرجع الدماء. الله حيا. كيف حال? الله العزيز. يا مرحب. وحزننا. وقلنا فالس خلاص برنا وانتهى. طيبين. وش مال انت راجع? لا لا تطلع يمكن نبحك. لا لا طلعت انا قلت بجيبوا لازر الزرق وبخار. ولا شغل. وكذا. اي الله حيا. كيف الحال? شلوك من ربع? ساكم بخير? طيبين. كيف الحال? ساكم بخير? طيبين? كيف الحال? ساكم بخير? بارك يا سعد. طيب. شلونك? ساكم بخير? يا مرحب. حياكم الله. شلونكم? ساكم بخير? طيبين. الله يا انا اقول لك شي. اليام الظهر جات صدمة مقد صارت اللي بحياتك. هلو? وش صدمة? اول مرة شفى امير. امير امير. وزينا طلع. اي. ياضحك يتكلم. ياضحك يتكلم. سبحان الله. والله اللي يكلب جيت. جاه هنا بعد الصلاة وقال كلمة. اهه. المهم وروحنا يوم جيت سلمت علي. تبا كون بيعي. قام بيعي. الممدوح بدري. بالناحي. اه لا. اه خم ما هو بغيت اسلم على راسي. راجب تواضع وكرم نفس. اي والله. قال سامحاوي. اي. اي والله. هاله هاله راشي. ياله حين. لازم علم العالة. كذلك. هذا ما يقيب. والله. ابو محمد. هذا كان هاله. لا اسمع. اسمع. بس فا. بل الله اسمع يصع. لا اصحلها فا ازاي. ما رح صدم. حسلما لكم. ما رح صدم. السلام. وش الشاهدة. عارو شا اصك. الرحم والدك. هلطلة. والله. اي. بعاد دي. بعاد دي. بعاد دي. بعاد دي. ممتاز والله. والله. اعترف اليوم موية. اجبت الاهو محمد عبسعود. والله. ممتاز. الفكرة اعطيت كم فكرة اوشي الطعم الطعم الحين ما عطيتنا انطباعا شوية خلنا اعطي فكرة هلا يا درحمن تحليل يا درحمن ابي ابي تفاول مع الشاعر لشان اعطيت طبعا كيف الحار طيب يا سهلا ووجهك ووجهك وفارق التوفيق والله فكرة ممتازة جدا ممتازة استاهر اتوفيق من الله ثاني شي دخولنا البرنامج كلنا من اجل هدف ممتازة فاللي ما يحقق اهدافها من خلال وجودها في هالبرنامج انا اعتقد انها في كل سوضاعتها انا اشوف انك ذكي واتمنى حقيق البقية فعلا اصلا مشرية ما شاء الله صالح دشن الكرك هذا دشن الشاهي صالح زيري والله هذا دشن الشاهي اه مفلح دلمجيد الفوزان الله يذكره بالخير هو عمر ردشن وقال حبته وامريكية حلو ايو ايو انا بهرت انا بهرت ايه ممتاز انا فتحت يرحموا عندك طلعت يوم لقيت مقاطع سحبات علي لانقهرت خلينا خلص كلام ايش 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 شخص فيها مرحبا حياك الله محمد راشد راشد ساعد ساعد لا ما حدش شاي واخدت عليكم والله محاف يلا واخي مشكلة لما تمشي بالحالة بالقوة يلا يلا مركب 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 واجيكم طرى عندنا عندنا تمرين الان مو جدا وطرى لما يجي خاصل على الفقر رطول من هو رئيس بردية؟ رئيس بردية من هو؟ من هو؟ انت رئيس بردية؟ ايه ونعم والله في اغراض لي هنا مدري جات ولا ما جات الشباب الا ارحب استاذ سعيد بساطنا وراقك البارح وصلت وصلت المعريض وصلت الاعداد معي شفته شفته يمدينا الاعداد نقسم فلوس ارحب سعيد والله تعبان سعيد سلامات الله تعبان والشغل؟ اليوم شغل طيب ترى اي والله خليك معنا يا رجال ارحب يقول يا الاعداد الاعداد يمدينا الفلوس هالي نقسمها من 10 من 15 ولا لازم بال 50 لازم بال 50 حاطونا الصرف يا رجال يا شغل ارحب ماخد شيء ارحب ماخد شيء ارحب ماخد شيء دكتور سعيد يا سعيد يا شهد سعيد تكفر بخمسينات سعيد سعيد يمون يمون سلاسحاب خلاص موسيقى 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 عبد المجيد طلع يومين ان شاء الله بيجيوا يوم. اه والغالي عبد الله بن دافنة. اي والله. اي والله. اي والله هنم اشتاقين له كلنا. عبد المجيد بن دافنة اه عمر ملحم. عمر ملحم جايحين. يا خيال ان شاء الله انه مجيين لكنه بن دافنة طول. اه? اه? اصطر الله نيرتع منك انت. بن دافنة ليه عسى ما خلف? والله راح يخلص لأمور لمرات. ظروف عمل. ظروف عمل ومن ظروف عمل ويبدو انها طولت شوي. وعساب. على انها يوم يومين وراجع لكنها طولت. وباذن الله انها بتسهل ان شاء الله. ما يبدو السلم كبرا ان شاء الله. باذن الله. طيب حنا على هو رجعنا بالصعوبات ما شاء الله. وهاديك يا ابو. ما معك الاربيس هابا. طيب. ادق عليه امسك ولها ابشتر وشي اخبر. عفوا. اسلام. دقيق على كيف يعني. من استاذ ماجد. كان مشاعر الا استاذ ماجد امسال عنه فقده. حبيب قلبي. بدين انسالف عنه وادق عليه. حبيب قلبي والله. الله يسلم. ما حد ركز ما عليك. يرتكب المراكب للحمول الثقالة يقوله عبدالله بن دفن. انا جوالي خرب. طيب حظ. الله يقلح. على كل حال هو يصل السلامنا ان شاء الله. هي فكرة استاذ سيد ترى من الجوالات. مو قصة انك لش. يعني ترى عادي يفوضل ان فيه جوالات. الفكرة ما فيها ممكن واحد يقرأ كلام مدحل واحد كتير. واحد ما يقرأ مدحل نفسه. فتسلم الحساسية وانت فروح مسابقة. ترى هذا السبب الجوالات انه ما تاخذ. احسنت. ما هي معناتها انه معي جوال ما معي جوال. ايه. صدق. ما حد يأثل عليك. انا اكلم ان ايه لا انا بس انشاء. فارث فارث. غير التأذية. ايه اصلا بتشغلك انت هنا برامج واقع تاخذ روحتكم. اشراكم مشراكم كاين نوقف سوالف هذي. سوالف هذي بس سوالف. اي والله. خشي موضوعنا اللي. حتى لا ترى حبينا امزوحك في الموضوع ولا لا تصار ولا اشي. بس حبينا مزوح. سلامت حبيبي. حب المزوح. صرف. هذي العملات الجديدة ها. طيب يا شباب. اول شي بسم الله الرحمن الرحيم. وصل لك التنس. حبيبي وطال تعال 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 تعال. تعال. مونير. حبيبي والله مونير. حبيبي. عادي تبيس او لبيتزا. بس انا وقفت خلاص مشكلة بس انشاء اطيك الله. اطيك الله. اطيك كاسي. عيدة. اي بسك. يا اخي. تستاهل ريال. على هذي مش عرض ضيئ. اقلبي والله. اطي. اي. اي خبز. اي خبز. اي خبز. خلاص انت. اتخل يصحب الريال عطا. اي بيتزا ها. اي والله. شو كيف قطها شو. بيتزا. تستاهل بقك القليل ده. تسلام. اي بيالله. تحتمرك. وانا بدوري اخذ لقمة منها واعطي الباقي. يا فارس. اي بالله هو يجيك. صحيح. اه. اه. لا تحسب هذا التصرف صحيح. اكبر غلط دريته عليك. انا دائر يلا. لو عندك خبزة وزايد منها والشباب يريد يأكله متأمام النار حرقها. يا سلام. حالنا يا ولد نعطي ما نأخذ. لو الموت جوي اخويا لهم شي يأكلو. وهي الحرام اللي مد يدلك سلام. تمام. سيلا سهلا شباب. سلام. كيف حالكم? طيبين يا خير. العدد كم الان موجود? واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشر احد عشر. حد. حد. اخويا ترى ياخذ مرد يا والله. سلام تبه الله. طيب ان شاء الله. محمد عزمان والله رحمد اخوان. وبندفنا عنده شو اسمه? طار وطلع. حنا الموجود يعني. الموجود في البركة. عندنا تمرين بنبدأ فيه ان شاء الله. بسم الله. اه هو موضوع حلقتنا اليوم اشاء الله معكم. يان. اجمع. فود يا عبد الرحمان حبيب قلبي يعطيني الفحم اللي فوق الطاولة والكباريت. ابشر. ابشر بعزك. اووو. ما شاء الله. ما شاء الله. كيف تقصر الى آل. سعيد تجيت هنا وضبط امورك وهنا ما ندري. هه? ضبط امور. لا يعني يعني الى عداد ما شاء الله انا شكرهم حقيقة العداد. يعني. لا والله ما يقصرين. ما يقصروا ما يزومون كرافي مفحمة هناك يا دكتور طيب حنا بنتقسم إلى أربع أو ثلاث مجموعات كل مجموعة بنعطيها قطعة فحم وعلبة كبريت فقط المطلوب من المجموعة يعتبر لكم شرط البدع في هذا المكان كل مجموعة تولع لي الفحم بدون استخدام أي شيء غير عواد الكبريت يعني لو قالوا مثلا بنولع في كرتون حق الكبريت غلط ما تستخدمون اللعود الكبريت فقط طبعا العواد مو في عود واحد العواد وتولع قطعة الفحم هذي المجموع مع بعض ممنوع استخدام أي أداة أو ورق أو منديل أو ولاعة أو أي شيء هذا بس هذا بس وتولع قطعة الفحم هذي طبعا مستحيل تولعونا كاملة لكن يكفيني لو ولاع مثلا راسها مثلا أو قطعة بسيطة شوف الجمرة فيها تكفيني أسرع مجموعة بتولع الفحم راح تاخذ المكافأة اللي بقدمها لكم بلوم المالية حنا من طراحة روسنا بيبتولع كاملة نو صالح الزيري يا أسل صالح يا أولي عليكم بس سلام أهلا 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 شلونك مبطة من جاء سلامات ماتوش فيكم ولكم تعبانين لليومين دي ظهاري شوي سلامات والله الله يسلمك خلاص عاج هذا والله نكبر الهم اللي عليك يعني ظهرك يعني صحيح جببت طيش حلو هذي اليوم اليوم ستين ما تشعر يا جكلة نبدأ تبرين ما تشعر يا جكلة؟ ما تشعر يا جكلة؟ طيب بتقسمح المجموعات مجموعة أربعة بتقسمح المجموعات واحد مع ذوه بخري لا لا واحد مذا ربعة أوكي يا بنأخذه الماليمين أربعة 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 ثالث مجموعات صلا Geme المجموعة الفائزة كل واحد بيخد خمسين الله كل واحد ؟ كل مجموع بيواء بيخد خمسين زي تعني كل واحد في المجموعة بيخد خمسين ماتين يعني واضح تبرين؟ واضح طبعا حتى تكونوا في الصورة اللي فازوا معنا في MICHAEL بدون بدون تخطيط الآن أبي كل مجموعة طلع اللي قاعدة عندي أبو غير السلام أبو غير أبو غير قرب وقرب 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 ومسعود يا لب يا مساعد مش اللبس الحركات مش الكاشخة هذه مجموعة الأولى بندر سم ممنوع استخدام أيدا ثانية مجموعة الثانية ساعد سم ممنوع استخدام أيدا ثانية صالح ما في دقيقة أسرع مجموعة تولى أنا معكم والتبرين يقام في المكان هذا في المنطقة هذه هنا في الساحة اللي هنا طبعا إذا قلت ابدأوا ابدأوا أوكي العيال يجون ولا ما يجون يجونكم المجموعة كاملة دقيقة رجع رجع إذا قلت ابدأوا إذا قلت ابدأوا هدوا عصابكم حلوة هذه يا فارس صلاحات لي مرة طيب أوكي جاهزين يا شباب المجموعات عبدالبجيد مع المجموعة الصالح أنت لينا معكم خلص بتأخذ خمسين معهم إن شاء الله يلافزتوا ابدأوا كلها المجموعات هنا سكروا علي سكروا هناك عباد العباد العباد لا 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 خمسك 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 طيب 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 بدأت المجموعات في التمرين التمرين هو أسرع مجموعة تشعل الفحم قناة الفحم اللي عندهم طبعا فحم صناعي طيب وحدي طيب وحدي حلو طيب 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 حلو ساعد يتقاهوا في كل ثقة لا 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 واثق في أخويا ويتقاهوا ويحفزهم مجموعة هذه ما شاء الله مجموعة صالح كلها كاملة قصمة بس نصر 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 حلو حطني ايش تكسرها شو تكسرها اخ مو مشكة حطلو قصاد نصر لا لا خلى ما عليك شب 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 الووف جميل 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 للحظة لا ما شاء الله في مجموعة تجولا صح المجموعات في مجموعة التجول صح هذا يشكلة سح ما منتهى مانة منتهى شأن الله صعنا نحاول له أو لا الع tercock احاولوا ب swap اخلائه احاولوا بطريقة ثانية في مجموعة التجوان بالتجول صح هات 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 مجموعة بندر شغالين برضو نزلوها نزلوها يا ريجين نزلوها يا بندر نزلوها يا بندر نزلوها نزلوها يا بندر نشوف لا لا كملوا كملوا حتى ما تضيع بكتا إذا قلت خلها نبدأ ليش قسمتها طيب عشان تولع وش النظرية هذي طيب يا أخي حطوا نظرية توزع عمالك واتطاع عمالك من راحة نشوف صح صح ايه حط محترق اخشابها حد مجموعة شغالة صح بس في طريقة ما شو تحدي سويها سجلوها سجلوها ومتخليها بمحلة مترا وسطها تقفى يا بو بيصل حلو سلام اهله سهله سحياك الله يا عمر كيف حارك كيف حارك طيب شخ موارك شخ موارك شخ موارك يا مرحبا لقد صلاح استغلت فرصة بسريئة أخذتك أروجي آبد نايمة نايمة خشتك في مجموعة. خلق مجموعة خمعة. خلق مجموعة بدا. اصرع مجموعة اشوف. شو بلعت? ما يجي عندي. ما بقى اشوف انا. هذي لحي شابه ولا هم دفيتك. شقينا يا شوف السواء طالع. هذي مجموعة حد لان ترى فايزة. هذي خيار راني. هذي اصرع مجموعة. همش. شمش شمش شمش. عادي سرع لهم. لا شوف. عادي سرع لهم. شايف مجموعة كله تنفخنا. شو به هلو. مبروك مبروك رجموعة صالح. حالو طيب مجموعة. هذي في مجلسكم. هذا يعني اشتغال يعني. اشوف? ورنشوف. هذا اشتغال قروا بزيّة. شوف كيف يا ها? نا. اهوه. يا جموعة هيك خلصت. تعال شفت تعال شو. وين اصالح. وين اصالح الجمرة حقتكم? مع محمد المسعود. وين محمد? شو بي يا دكتور? اه. وين جمرة? امسك تشو. لا لا. هات الجمرة يا محمد. اعطنيها. وين الجمرة? طيب لا اشتري حشفت هنا. لا 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 لا. ولعت ولعت صدق. وين محمد الجمرة? اه. لا لا انا ولاها. لا لا ما بزيها. عمو من لا لا ولا بشكل كبير يعني. بل الله بشكل كبير. ايه. انا بختار. انا كسرتها مع النوص. طيب استريح ليسمع هناك تجربة. استريح. شكرا لكم. شكرا لكم. صلو على محمد. صلو على محمد يا شباب. كسر كسر الجمو. حد عصابكم. انا ودي اسمع الان تجربة حق بجموعة صالح. هو صالح. ايش ايش الطريق اللي مرستوها حتى فستوا بال بال اول حاجة وزعنا العمل. يعني لو لو شبهنا فيها كاملة. ترى الموضوع انا ودي تتجاوزوا موضوع المبالغ ما تركزوا عليه. وخلنا السيد من التجربة انه هذا عنوان او الموضوع اللي بيتكاملناه اليوم. تفضل. اول حاجة كسرت هذي. ان اللي مع النص بكون بكون زي ما تقول ما تكسر كذا. الجهة اللي مناكت شبه مسكرة. حلو. الجهتين. فانا كسرتها مع النص اول حاجة عشان يكون التركيز على جزء معين. حلو. ما يكون وراهه خلناه كان نهنارة صغيرة كده. حلو. نحط فوق هالعواد كده. حلو. يدنا اول شي ركزوا معنا استغلوا استغلوا هو شي قسموا الفحم وركزوا عن نقطة داخلية لان الداخل دائما اكثر من خارج. الانطلاقة دائما في التغيير من الداخل. وهو منطلقوا من داخل. الانطلاقة دائما للتغيير من داخل الانسان وليس من الخارج. فهو منطلقوا من الداخل. واحد. اثنين. الربع ركزوا نقطة واحدة. مولعوا يمين ويساروا. لا كانوا في نقطة واحدة يركزوا فيها. ثلاثة استفادوا من كل الطاقات الموجودة عندهم. العودة والعنبة ما يرموني. حطونا هاي مرة في في النار. في النار. نحط. النقطة الاخيرة والمهمة جدا اللي قالها فارس. نح. وسووها كلهم في الاخير. اجتمعوا. وقاموا ينفقوهم في نقطة التمييز. طبعا مجموعة كلها اشتغلت صح. كلكم صح. بس هم تميزوا بالكسر. والكسر هذا كان عطاهم. ايه. هذا هو موضوع موضوعنا اليوم يا شباب. وركزوا معي الله ارداليكم. اليوم موضوعنا يتكلم عن. تفكيرك. هو مصيرك. تفكيرك. هو مصيرك. التفكير وين هو داخلي ولا خارجي. يعني كلامك يشكل حياتك. الكلام خارجي ولا داخلي. الكلام. الكلام. الكلام خارجي. يعني تسمعون كلام الان. لكن هل تعرفونش داخلي في النواية ايه هنا في النواية عندي. ما تعرفون. فدائما غالبا غالبا الكلام هو عبارة عن ترجمة اللي في تفكيرك. كل ما كان تفكيرك صح. كل ما كان كلامك صح. اليوم عندنا مشكلة في حياتنا بشكل عام وركز في نقطة هذه مهمة جدا أنا حاول أركز في النقطة هذه أي واحد منه عبارة قطعة فحم مع فارقة تشبيه قطعة الفحم هذه فحم ما تحرك ما لها قيمة قيمة الفحم إذا ولع يصير لها قيمة نستثمره نطبخ عليه نشوي عليه نولع فيه الطيب اللي يكون طيب أنا كيف أولع الفحم هذا الآن الفحم اللي يولى عندي في نقطة معينة فقط هذه تعتبر نقطة إيجابية في الفحم وهذا كل نقطة صوداء سلبية ما لقيمة أنت نفس فكرة في عندك نقاط إيجابية وقد يكونك سلبيات هل الصح لما الشباب ولعوا القطعة هذه هل الصح لن ينفقون في منطقة هذه غلط ويأع وقات صح أنك تولع هنا الفحم النقطة الجمرة وتجي تنفق وراء ويش اللي بيصير لو نفقنا في المنطقة المظلمة تنطب في المنطقة المنطقة المضيئة بتطفي هذا واحد طاقتك أنت بتروح تهدر تهدر بتحبط أنت شكرا يا حبيبي صالح أنت 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 الله تتاح صالح خليه مشي خليه مشي خليه مشي عشر ركز بس عشر ركز بس عشر ركز بس يا شباب ما في واحد في الحياة إلا عنده إيجابيات وسلبيات أكبر خطأ نقع فيه اليوم في حياتنا أنه نضيع وقاتنا وحنا نحاول نعالج السلبيات أكبر خطأ يقع فيه الإنسان اليوم أنه يضيئ وقته هو يحاول يندب حظة على الأخطاء اللي ارتكبها أكبر خطأ يرتكب الإنسان اليوم أنه يضيئ وقته وطاقاته وجهده في التفكير في المنطقة المظلمة بينما لو صرف جزء من وقته بسيط في نقطة إيجابية عنده نجح وتميز وارتاح اليوم اللي عنده ولد أو بنت وعنده أيب معين ويشغل نفسه يقول له أنت بطيء في كسول في النوم ما تقوم بدري مع الناس ويأكد على القضية هذه كسول بينما الولد هذا والبنت عندهم الأخلاق الحسنة عندهم التفكير الجميل عندهم أشياء حلوة ما مضحوها ما مضحو منطقة المضيئة عندهم وضيئ وقتهم يقولهم أنت يعني صاحب نوم يعني باستمرار أنت نومك عميق أنت كسلان أنت كسلان كسلان نفخ 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 حتى أخلاق الإبنة والبنت بتروح الحسنة نقاط ميجابية بتروح بيأخذ قناع النفس الإنسان سلبي أنت لو قعد تفكر تقول أنا صوتي مو بجميل زي مثلا والله بمسعود صوتي مو بجميل مثلا زي راشد يلا خليه استانس ها ليش صوتك مو بجميل تركز على أن يكون صوتك جميل يا أخي عندك شيء ثاني ركز عليه أفضل من الصوت ركز عليه ركز عن نقطة هذه نفخ فيها أقسم بالله الصدق أقسم بالله الصدق فرأي صدق شو ليه شو الله الله ركز على الشيء الصديق يا شباب رجاء النجم القيمي النجم القيمي هو الذي يركز على الإيجابيات كل مكان تفكيرك إيجابي كل مكان مصيرك إيجابي كل مكان كلامك إيجابي كل مكان حياتك إيجابية النجم القيمي هو النجم اللي يبث الإيجابية في المجتمع النجم القيمي هو النجم اللي يركز اللي يركز على الأفكار والمشاريع تنفع المجتمع ركز على نقاط القوة عندك طبعا هذا الموضوع كل يرجع الحاجة اسمها تقدير الذات كنتم سمعتم ببعض تقدير الذات صح تقدير الذات هو له ثلاث مستويات طيب تقدير الذات له ثلاث مستويات وركزوا في النقطة هذه المستوى الأول في تقدير الذات تقدير الذات تتكلم فيه أي واحد عنده أي واحد عنده ثقة بنفسه نقول تقدير الذات عالي أوكي طيب ثلاث مستويات المستوى الأول هو تقبل الذات يا سلام ناخد فاصل نتقهوه ونسمع مشاركاتكم من داخلاتكم طيب نسمع من داخلتك الفضل يا راشد بخصوص موضوع الإيجابية أول شيء لكل أمر يصير أو صائر هناك جانبان جانب أظلم وجانب مشرق هذه نقطة النقطة الثانية الشمعة الصغيرة بإمكانها دمح أو مسح ظلام كبير أحسنت فأماما كان عندك إيجابيات قليلة أنت بإمكان الإيجابيات يتخليها مثل الشمعة وتتغلب على كل السلبيات اللي عندك في حيث تنميها أحسنت أحسنت لاحظوا شمعة نقطة صغيرة تضي غرفة كاملة من الظلام مثلا أنا كانت بركز الشمعة صح بركز على الضوء عمر تفضل أنا لما كل إنسان معروف أنه عنده سلبيات ما سيحد يعني مليء بالإيجابيات ولا عنده لكن لما أنا أفكر أنه أنا عندي سلبيات فعلا لكن أركز على الإيجابيات تطور من نفسي أكثر بيشوف الإنسان أنه يتقدم بشكل كبير جدا أحسنت يكسب ثقة في نفسه أصلا بالضبط بيكسب ثقة لأنه لا تخسع إيجابيات كسب ثقة يشتاهل خمسين يا أبو تفضل يا فارس لا ينظر للناس ينظر للنفسه لأنه كذا نظرت للناس أنه شفت هذا مبدع وأنت غير مبدع أنت بتوقف أطلع فيه هو بيطلع يستمر هذه نقطة مهمة جدا جزء من تقدير الذات وجزء من الإيجابية أنك تنشغل بنفسك وما تنشغل بغيرك للشباب اللي قبل شوي في التبرين لو انشغلوا يعني كنت أقول بمجموعة شغالة صح قلت أقول كلام عام بعض الشباب كان يتفرج يا أخي ركز عندك ركز هو طبعا كان يبي يشوف تجربة وشي كلام فكرته صحيحة بس كل ما ركز في شغلك كل مكان أهم تفضل يا وايد أحيانا سلبياتنا انطلاق الإيجابية جديدة سليمة نستخدمها في حياتنا يعني ممكن أحيانا نخطي ويسمى فشل الفشل دائما هو انطلاق الأولى للنجاح أحسنت هو خبرة هو خبرة عدو رحمان تفضل في المقولة فرنسية أستاذ سعي يقول معناها ترجمتها يقول ليس في أعداء ما تشغال أو شيء تأكد البطاريات ترى بطاريات بضروب بطاريات بضروبة تأكد اشتغل حين كويس طفيت شغلت لا لا كمك كويس يضع في بيض في كويس يقول تقول المقولة ليس في أعدائك أضر عليك منك اليد يدينك والرجل رجينك والنفس نفسك والعاقل عقلك وأنت المتحكم وأنت القادر لا تجي تقول والله هذا العدو أضرني ولا الحاسد فعل كذا ولا فلان يتجاوز لأجل عليك أنت سمحت العدو نأثر فيه أنت لي سمحت النفس نفسك والتثير تثيرك وكل شيء قدراتك وأنت اللي تصنع وأنت اللي تفعل اصنع بذاتك اصنع نفسك ولا يهمك أحد بكل ثقة وانظر الإيجابيات أحسنت أحسنت راسب 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 عشر بالمية هي أحداث الحيال تصنع تسعين بالمية ردة فعلك اتجاهها ردة فعل أنت قدرت تخليها إيجابية أو سلبية وتعرف كيف تتعامل معها والأجمل 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 إنك ما تكون ردة فعل أجمل تصنع أنت الحدث طيب نحن نتكلم اليوم عن التفكير الإيجابي وكيف يكون قناعاتك وغراتك إيجابية في ملك هذه قصة خيالية طبعا رمزية ملك كان أعور بعين وحده وكان أعرج برجل وحده في يوم الأيام يبقى إيش جوه فجمع الفنانين التشكيلين اللي عنده في مملكته وقال أبي ترسموني في صورة جميلة هذا أنت وراء عرج كيف يسوي بك يعني فقالي الله أنا أحتاج منكم اللي يرسلني بصورة جميلة رسمة جميلة أنا أعطيه مكافأة جزلة طبعا نسحبوا كل الفنانين لأنهم عرفوا ما يرسموه بيتضررون يمكن يزعلوا يمكن يسجنهم فواحد من الفنانين كان تفكير إيجابي قال لا أنا أرسمك برسمة جميلة جدا ورسمه برسمة جميلة جدا 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 بالواقع هو اللي هو فيه كيف سوى؟ تفضل محمد الصحي كيف يعني؟ أخذ هذا الجانب ورسمه بشكل طيب وأخف العيوب اللي من هذه كانت العين هذه العطلانة والرجل هذه العطلانة خلاص طيب خلا يسوي كذا خلا يسوي كذا نشوف طلعت الرجل الزين على كل حال المحاولات تكون من الفنانين ممتازة هو جابه ورسمه في رسمه هو متغطي البطالي لا وصنب رسمه أنه ماسك له بندقية ومقنص على شيء وكان نازل على رجل العرجاء ورجل اللي فوق طالعه هم قنص بالشكل هذا فجأت الرسمة حتى فيها شجاعة وفيها هيبة الله تحييل للرسام وفاز بجائزة كبيرة ليش؟ الرجل انطلق انطلق إيجابي هذا النقاط الإيجابية نقول خلك إيجابي بعض الناس يقول لك يا أخي أنا واقعي أنا واقعي يعني فلان هذا سيء نقول لك يا أخي هذه مية واقعية هذه السلبية يا عزيزي مستحيل ان ما في شيء إيجابي مستحيل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله عز وجل هذا إنسان خلقه في حسن تقويم يعني أنت حسن من ربي ما شفت شيء كويس المشكلة فيك أنت ما قاعد تشوف في شيء كويس هذه مية واقعية ركزك تكون إيجابي وأنا ودي مني ومنكم ومن المشاهدين إننا من اليوم إلى بكرة من الآن إلى بكرة المغرب شوفوا أربعين ساعة بس نجرب أنفسنا عشان نشوف حنا إيجابيين ونسلبيين نحاول ما نمدأ ما نقول في شخص أي سلبية ولا ننتقد أي شخص سواء في صورتنا أو في الشباب هنا إذا ما مدحته لا تنقده جرب بس لك إيش يوم أربعين ساعة إنك بس تمدح بس تمدح شيء فيه يعني ما جي عند واحد مثلا يعني مثلا واحد قصير جدا ويقول يا أخي طولك أنت عاجبني يا أخي ما شاء الله هالطول فارع هذا 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 أنت ذمة لا أمدح بشي فيه وذاك لما تكلمت قبل شوي عن تقدير الذات تقدير الذات ثلاثة مستويات ورقزوا عليها المستوى الأول هو تقبل الذات أول مستوى حتى تكون واثق من نفسك اقبل ذاتك زي ما هي اقبل ذاتك زي ما هي يعني مثلا كنت أنا سمين أو شخص سمين لا يجي يقول يا أخي أنا ليش سمين ولايش أنا كده حاولت ما قدرت وحاولت أول شي تقبل ذاتك حتى تمشي صح تقبل ذاتك أنا يا أخي كده الحمد لله خلني بس أكمل نقطة دي صالح أول شي تقبل ذاتك بس ما تقبل ذاتك بس تنام با خلي تكلم صدقني لا قلت لك بسجل مقطة صاحبات ماللين أول شي تقبل ذاتك ألف هذي با حسن ذاتك يعني أنا تقبل ذاتي خلص أنا كده طيب هل المزعجني موضوع هذا السبنة؟ نعم مزعجني طيب إيشو الحل؟ الحل إن يسوي واحد ثلاثة ثلاثة أوقف مثلا عن أكل المقليات أو أوقف عن أكل السكريات أو أوقف عن شرب الغازيات أو أوقف عن أبدأ في مارسة الرياضة بس إذا أنت أقبل ذاتك زي ما هي ويبدأ حسن ذاتك هذا يسمونها تقبل الذات تقبل الذات مو بس تقنع وتسكت تقنع وتحسن هذا المستوى الأول فضلي صالح تعقيبا على كلامك ومعذرة على قطاعتك آبدا حليم يوم تقول للنسان المتين يقول أنا متين ما عدا أقدر أتغير في مقولة يقول بدلا من أن تسب الظلام حاول أن تصلح المصباح يا الله يا الله يا الله يا الله ايد ايد أبرش بيكتبها أبرش بيكتبها بدلا من أن تسب الظلام حاول أنا ما أركز على من وين أنا أركز على الفائدة الله الله طيب كلها مشبة العزبة طيب هذا هذا المستوى الأول طب ذاتك وحسن ذاتك المستوى الأول هذا المستوى الثاني في تقدير الذات هو يسمون القيمة الذاتية وهذه الكلام يهمك منتك نجوم وك مشاهير ما هي قيمتك الذاتية إذا كنت ما تفهم نقاط قوتك وإذا كنت ما تملك إنجازات فأنت تجهل قيمتك الحقيقية والمثل يقول قيمة الإنسان أو المرء ما يحسن في ما يحسنه هذه قيمة المرء قلت أبيبي طالب قلت أبيبي طالب راضي الله عنه قيمة المرء ما يحسن لو قلت لك مثلا والله أنا يوم اليوم سيارتي خربانة أكيد في ميكانيكي مشهور على مستوى الرياض هو فلتة صح؟ صحيح ميكانيكي بس إنه بطل لكن الناس كلهم يروحون له لو قلنا والله أنا احتاج مثلا تميس فيه تماس شوف الشغلة بكل بسيطة فيه تماس متميز يعني فيه ناس يحسنون شغلة معينة تلقاهم رموز لأنهم أتقنوا فيها سؤالي لك أنت وسؤالي للمشاهدين ما هي قيمتك الذاتية؟ ما هو الشيء اللي أنت تحسنه؟ إذا كنت تجهل للشيء اللي تحسنه هذه مشكلة عندك لازم تشوف الحل فضلي عمر على سبيل المثال أنا مبدع أنا عارف نفسي أنه أنا مبدع في هذا الشيء ما أشتث نفسي أروح من هنا وأروح من هنا أحاول أني أنا الشيء اللي مبدع فيه أطور من نفسي فيه أكثر حتى لو كنت أجهل في بعض الأمور أقرأ عنها أكثر بهذا الموضوع أنا راح أتميز بشكل كبير أنا أول شيء أحسنت أي شيء في كلامك بداخلتك أنا أول شيء أنا أحدد الدائرة الكبيرة قد تكو مهي أنا أقول يا أخي أتوقع أني أنا جيد في العلاقات مثلاً أنا أستطيع من خلال الجلسة وحدة أني أقنع الجلسين أسير محبوب عندهم طيب ما أتعني عندي علاقات كويسة خلني أطور نفسي علاقات أخد دورة في العلاقات أقرأ كتب في العلاقات أحتك برموز المجال هذا اللي موجود في الساحة ها؟ بعد فترة يمكن تكتشف الموضوع ما هذا مجالك الحقيقي أستحب منه تفضلي فارس أنا أبعلم فكرة أنا أفكر فيها دائما بس مدري هي أنا أحد بكثلة مدري تتكيله وسيع شوي يعني مثلاً أنا عندي المواهب مثلاً أو الحاجات اللي أنا أركز عليها أتخيلها كاشرة ترطة بلاستيشن حلو فأجي عند الشي مثلاً عند الإنشاد أحاول أطور نفسي فيه طور نفسي فيه طور نفسي فيه طور نفسي فيه أتحد أحاول أوقف وشوف الجهة اللي بعدها حسنت لأني مؤكل على الجهة واحدة أجي مثلاً عند الحاجات اللي ما استمر فيها كسر الشريط هذا هو أمشي هنا. بعطيك درع عشان ريال. طيب محمد تفضل. مثلا دكتور محترف في. نسمع مدخل طيب محمد عنده عنده درر يا صالح. محمد انا اشعرنا دائم يجيب درر. خنا نشوف عنده. انت الدرر استاذي. الله يكرمك. اه على اساس ما يكون باب النجار مخلوع. اذا دكتور مثلا عنده تخصص مثلا في في عمليات القلب. وهو مو بدع في عملية القلب. ما يحس نفسه انه هو مثلا يعمل مستشفى كامل. ويديره ويحس النفسه فاشل. لان مثلا في العلاقات العامة ربما ما لا يجد نفسه. في اه في ادارة الامور المالية لا يجد نفسه. احسنت. اذا انا اضاء نفسي في المكان المناسب. احسنت. احسنت. شديد كل لبنا في مكانهم. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. عشرة. وستان عشرة. عشان. يلا. طب. اكون ممتع في مجال. واكون ممتع في مجالين ثلاثة عارض. ممتاز. هذي النقطة هم اللي قالها صالح الان. هل هل من التميز. طبعا فارس قال نقطة حلوة. بس ما اركز فيها انا بركز فيها اكتر. احطيها فوكس. مرتبت. يعني. لا مرتبت. لا مرتبت. يا سلام. يا سلام ورجعت صح صح. اه. لا اللي هو ذكرها صالح الان ذكرني فيها. انه هل انا ممكن نشتغل على خمسة خطوط. فارس اش قال. قال انا زي الاشرطة عندي. اشتغل على هذا فترة. اخليه ورح بو حاجة ثانية. ممكن الشغلة هذي كويس انا فيها. بس هذي انا افضل فيها. فكسر هذي وهاذي وركز على واحدة. لانه دائما اذا عندك اكتر مسار. احيانا المشكلة الحقيقية تقول لي اخي انا وهذي كلامنا دائما اقوله. تحضر امسي للشاعر ادرحمن العشماوي تقول والله انا بسير شاعر زي احسني زيه. تحضر بكرة دورة اللي مدرر معين تقول يا اخي انا حس نفس الكلام اللي قال اقدر اقوله. بكرة تحضر تلعب كور او تشوف مبراه لفريق معين تقول والله لعبي زي الكابتن فلاني. بعد فترة تشوف لك مثلا اه مثلا اه منشت تقول يا اخي قريب من حنجرتي. احين تشاعر ولا منشد ولا لاعب ولا مدرب ولا شاعر ولا ايش مصيب تك. هذي مشكلة. هذي مشكلة. وذاك انا اقول لك سوه زي ما قال الفارس. جرب 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 والشي اللي تحس انه قريب لذاته كل ميونك. كسر اشرة البقية وركز عليه. هذا واحد. خلنا كم نقطة تارثة. ليش اكثر الناس ما عندهم قيمة ذاتية. تقول لي يقولك يا خلنا الله ما ادري. السبب الرئيسي انه اختزل الاحباطات في داخله بشكل كبير. تلقاه دائما استرجع الاخطاء اللي سواها. ودائما نقول لكم بجمعة الخير الشي اللي كان صعب تغييره. لو يوم من ايام انت فشلت في الدراسة مثلا رسبت السنة هذي. ما في داعت له محبك سنتين جاي لانا كانت سنتين رسبت انتهى الموضوع خلاص. يعني مهما فكرت وراجعت نفسك انتهى الموضوع. لا تشغل نفسك بشي لا يمكن تغييره. لا تشغل نفسك بشي راح وانتهى. اشغل نفسك بشي ممكن يصير. وانا قرأت قرأت انا اه رسالة قبل يمكن اسبوع. عجبتني مرة. قال له واحد عنده فيه رصيدة مئة مليون دولار. وهو ماشي اه احد سرق منه عشرة دولارات. شافه سرقه وهرب. هل الصح انه يرفع وعرف الشخص هذا هل الصح انه يوقف ويرفع قضية على المحامي ويوقف يوقف شغله والبزنس عشان يتابع هاد الشخص يبعشرة دولار خده منه ولا يقول لك يا رجال الله يسامحه ولا الله يسامحه. ويكمل شغله هلا يمنيف. اتفضل خد راحتك. ماشي. لا يواصل عشان ما يخسر اكثر من العشرة دولار. يواصل في العشرة مليون دولار ويقول يا خير ابو وقف عشرة دولار خاسمش. نفس القضية حنة. اليوم يحصل لي مشكلة مثلا اليوم هالي الصباح سأتي مشكلة. اجيز طفشان اربعة شهور جاية. انت قاعد تخلص اربعة شهور من عمرك. لعشرة مليون دولار والمئة من الدولار قا تخلصها عشان موقف حصل اليوم انتهى. تجاوز خلاص. تجاوز الانام. تجاوز الاخطاء. تجاوز النقد. تجاوز الاحباط. وانطلق في عالم النجاح وصناعة الامل. وما تشغل نفسك في الظروف يعني. جميل. كان اللي قاعد برا فيه عج يقول واش ذا العج ولا لبس له نظاره ولا نحاش. قاعد يسبب يسبب. ما يستفيد شيء. لا جوب رايح. يا زين العناد يا استاد سعي. اللي يعاند نفسه. كل ما قالت الحياة انا صعبة قال انا صعب. وهذا. تسوي اللي تسوي. هذا يسمون العناد الايجابي وهذا اللي سواه من? سيدنا عمر مخطاب رضي الله عنه. يا سلام. عمر مخطاب رضي الله عنه كان يمشي في وادي والشيطان فيه. ليش? لانه كان يقول انا الان بصلي رقعتين في الليل. قد يشيطان يقول يا عمر انت تعبان وليوم بدل جهد قال تعبان. كنت بصلي رقعتين خليها اربعة. الله. يا قهر الشيطان. جاء بكرة بيتصدق درهم. قال يا عمر درهم والله ابنك عبد الله محتاج. قال ده. مئة درهم. جاء اليوم الثاني قال انا والله بستغفر مئة مرة. قال الشيطان مئة مرة يا اخي انت عندك شغل. كان الف مرة. جاء اليوم. فصار عمر الشيطان يساعده ولا ولا يضره? صار الشيطان يساعده. لانه سعرف الشيطان كل ما قال شيء عمر بيقوله لا بس ايضعف. فقال الشيطان تدري هذا خلى على جوه. انا في وادي وفي وادي. انا صار دعم له. حان ما يحتاج. بس يقوم شراء يقول اي بس فكرة صح. مكمل. حان فالله معنا. المستوى الثالث حتى يكون انك في تقدير ذا اعطيك وحياك الله يمنيف. اعطيه مشورة. توقع ليستشهير من. توقع جاء من المستشفى يمكن ان تصدفت الزحم. المسورة من فجرة ومقفر نار. طهور لباس عليك. حياك الله وشرفت النار. المستوى الثالث في تقدير الذات. قلنا او شيء مستوى او شيء. تقبل ذاتك حسن ذاتك. تقبل ذاتك سنحسنها. اثنين. اه القيمة الذاتية معرفة نقاطه قوة. لازم يكون عندك قيمة ذاتية وانجازات وتتجاوز الحباطات. المستوى الثالث حتى يكون عندك تقدير ذاتك وتستغربوه ممكن من هذا المستوى. نقول لك حب ذاتك. حب نفسك. حتى تتقدر ذاتك. طيب هذا كلام ما تحسنه في الانانية شوية. لا. لا. ليش ليش ما في الانانية. لان اول حاجة اصلا ان كاتبواها في الاسلام وفي الدين حلو. يوم القيمة يبعث الواحد يقول نفسي نفسي. هذا في الدين. حلو. حشان ثاني الانسان لا دعا لا دعا اول حاجة. بنتها الدماء. حلو بنتهاوش بنتهاوش. اقنع. اقنع. خلاص. حاجة الثانية لا جاء الواحد يدعي. اول ما يبدأ يدعي نفسه. يقول يا رب ارزق لي. يا رب يا. يبدأ في نفسه. فالانسان يحب نفسه بس. مو هو قادر كيف يحب نفسه بالطريقة الصح. يا سلام. والله قال كلمة بأخير حلوة. مو هو بقادر يحب نفسه بطريقة صح. حب لي نفسك ما تحب لي اخي. ايو ايو بس مو عارف. طيب حب نفسك ما تحب الاخيك. هذي اكس الكلام اللي تحب نفسك. لا انا اقول لك شي. انا الانسان يوم القيامة يقول نفسي نفسي. حلو. في الدنيا لا جا يدعي يقول يا رب ارزقني. فهيبدأ بنفسه اول شي. لكن مو عارف يوضط كيف طريقة حب النفس. يحسب حب النفس انه حب الذات انه تمسك في شيء. ما حب يعني ما انت مع الانانية انت. لا مو مع الانانية. ما حب الذات. ما حب الذات اللي ما تجاوز الاخري. طيب كون رسول الله صالح. اشتماع فيه كلمة اشتا يقول يا رسول الله سلم يقول لا يبنى احدكم حتى يحب الاخي ما يحب النفسه. هذي معناها عشان تبعد الحسد. او الالانية اللي بينك وبين اخوك المسلم. او بينك وبين اخوياك. ترى هذي رسول الله سلم حثت عليها. لان اوقات تصير الانية او حسد او غل بينك وبين شخص معايا. اذا قررت من الشخص اللي انت مثلا بينك وبين حسد. سبحالله يبعد للحسد عليها. جميل. كلام جميل جدا. صالح. باخد صالح وبس. معليش. او قارشارك. اشارك بعد ذا بس شوين كيف شكله. بس شوين كيف شكله. شوفوا كيف. او قادرا يا صالح. انا ما شاركت بدي ساسي. طبع انت تحب نفسك. بس في نفس الوقت ما تضر غيرك. لكن ما فيه عيب ان تحب نفسك. واذا هم بيستدلون من القرآن. ايه؟ رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. هذي من القرآن. فأنت تحب نفسك بس ما ما تكره غيرك. حلو جميل. طيب ناخذ خالد وبدأ ساعة. وبدأ مساعة. حب الذات من وجهة نظر. حب الذات احيانا يكون انانية واحيانا لا. تورط اسم ساعد فكر. انا اقول حب الذات احيانا يكون انانية واحيانا لا. كيف يخليه هاو المطروب الان. انك تحب نفسك وتكبر على غيرك. حلو. يعني تظر غيرك. حلو. حب اذا الحب اذا كان ما في انانية. حب نفسك اذا ما كان في يانانية. انك تحب نفسك وتطور من نفسك. جميل. تساعد يعني تحفز نفسك انك يتطور. حلو. حلو جميل جدا. ساعد. احيانا نجاحاتك. تستاهل بس. احيانا النجاح ما يتحقق الا بعد ما تحب ذاتك. حلو. مثال هنا في البرنامج في القرية. علشان تاخذ الاول لازم انك تحب نفسك وتحب ذاتك. وتتحاول انك تكسب كل شيء انت. بس كيف حب ذاتي. حب ذاتك بحيث انك تقدم الكل الفقرات اللي كانت تحاول انك كل شيء يكون لك انت. علشان تكسب علشان توصل. كلام جميل جدا ترى انا بس الفكرة وش يساعد. بس لاساف احنا محنا مطبقين. لا لا الفكرة وشي. حنا بنعطي. اسمه 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 الفكرة معلش. حتى بس ما ما تشتت. حب ذاتك الكلمة صحيحة. لكن التصور اللي عندنا غير صحيح. لان ربطنا حب الذات بالالانية. لكن اوقف. هل الشخص اللي ما يهتم بصحته ويأكل مأكلات ضره. هل يحب ذاته? لا. هو في داخل يحب ذاته. بس ما قاعد ما وبدالي انه قاعد يضر ذاته. يقولك هذا ليس من حب الذات. طيب سواء ثاني. ترى زيما قال الفارسة. واحد فعيدة كده ارتاعنا. ارفع اصبع طيب. ولا سيب بس خلي كمي فكرتي. خلني كمي. الامر الثاني. لو واحد ما يطور ذاته. جامد. من يوم خلقه ربي هو هو. هل هذا يحب ذاته? لا يحب ذاته. لا. انا ما جواب تقول. بنجيك يا حبيبي. بس انا بيعطيك فرصة حتى تجمع افكارك. لا تجمع. طيب. حتى تحب ذات. حتى تقول انا اقول حب ذاتك. نقول طور ذاتك. طور ذاتك. روحيا. وثقافيا. ومهاريا. ونفسيا. وصحيا. يس انا. يطورت نفسك بالطريقة هذه كلها. نفس الفكرة اللي قاعد يقولها ساعة. لما تحب ذاتك في القرية. زد رصيدك. مو ما اترك التكرة غيرك. لا انا يا حبيبي احب ذاتي. فاحرص اني اقدم نفسي للجمهور للبرنامج. بشكل جميل. فانا اضغط على نفسي. اذا جاي وقت النوم وقول ماني يا بنايم. لان انا ما جيت وتعبت وشاركت عشان انا. من نوم الحق عليه. اذا جاي في فقرة معينا يقدم نفسي فيها بشكل ممتاز. لان هاي فرصة. اي ذات الشهور فرصة تنتهي. على مستوى الحياة. اللي ما في برنامج. اللي حب ذاته نقول حنا حب ذاتك يا خي عشان يكون تكثقة. حب ذاتك. اعط نفسك. ليش انت رابط نفسك وساعتك بالاخرين. ليه انت ما تستانس اللي دا قابلت رابعك. او اصدقائك. ليه ما بصحيح. ممكن تستانس انت الحالك من دونهم. ليه انت ما تسوي لنفسك مثلا واجبات تحبها اللي دا جاء ناس. انا سوي بسي واجبات. انا اطرع لنفسي اسكو في فندق الحالي. ملازم مع احد. هذي ما ادخل في الانانية. هذي ادخل في تأهيل النفس. في صفاء النفس. وذلك الخلوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل البعثة يتحنث في غار حرا كم? شهر شهرين اربعة شهور. الحالة. كان يعيش مع نفسه. الله. ويتأمل وتدبر وشوف كون فسيح. وتعب. ترات الخلوة هذه تصنع العظمة. الانسان اللي حياته كلها مع الناس ومع ربعه ومع اهله ومع اسرته ومع اصدقاءه. هذا انسان محروم من السعادة الحقيقية. العزلة. الانعزال مع الذات مع الكون مع الجمال هو قمة العظمة. اسهلا. اجيش مع نفسك يا اخي. مارس المشي والرياضة. اذا اردت ان تكتشف افكارك الحقيقية. اذا في شي توترت فيه. اذا يوم الام جاك هم. جرب لك تمشي خمسة كيلو وتستغفر فيها. صدق لي ما تكمل ثانية كيلو انت في قمة السعادة. ويمكن مشكل اللي كنت عاني ما جاك فيها الحل. حلو ما جاك حول هي شحنات تفرغت. لا تجعل الاخرين هم مصدر السعادة لك ومصدر الانس لك. ابدا. اذا كنقولك حب ذاتك. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. ما يحب نفسه. اثبت المحبة. هذه اثبت المحبة بالطلق الثانية. انت حب نفسك. وانت لحب. يعني بس اكون سوال. وهذا السوال خلني يقيسه على المشاهدين اذا تابعونا. الام اللي تقول انا حب ناتي. لما تكوني انت يترى ام توترة. وعصبية. وتقول لا انا اخاف عليهم وادريش وزالنا عليهم. انت تحبينهم صدق. بس ما قاعد تتعبين الحب بطريقة صحيحة. فتوترك هذي العاك السلبي عليك وعليهم. تلاقيش يضربينهم. وتلاقيين فيه اه 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 امك حين شتم. لكن لو كنت انت هادية ومستقرة. هم حبوك. وهم جوا يمك. لان هذا الموضوع صار فيه انت مل انت سيت جذابه صرتي كذا. نفس القضية انت. اذا كنت انت في داخلك مستقر ومرتاح. ترى الناس يحبونك. اي تحدى واحد منكم متوتر. وزعلان. والناس يقربون منه. يقولوا فكرة منه. فكرة مشرة. لكن لو كنت انت انسام ايجابي. وصاحب ابتسامة. وصاحب سعادة. وبس مرتاح. الناس يحبون يقربون منك لانك انت صرت ملهم لهم. الله. فانت حتى تحب الآخرين. حب ذاتك. عشان الناس يحبونك ويجون يمك. الله. بزيد عليك. حب ذاتك. ومع كل نجاح كافئ ذاتك. يا سلام. بحي. ايها الاخوة والاخوات المشاهدين مشاهدات والشباب هنا نبقى وإياكم مع المداخرة الكبيرة لأستاذ مساعد. الله 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 الله. على الشكل جديد الفكات بتصنع ذاتك كيف. متين متين. عاد الا متين متين عاجلت يا أخوة. أكمل بعد. criticizing انصرفنا ؟ يا الله. شكر آسف. أو شيء تحب نفسك. ما في شيء إذا حبيت نفسك. إذا حبيت نفسك صنعت نفسك. جميل. وإذا صنعت نفسك الناس يقومون تقربون من عندك. هذا كلام سليم. فأنت تصير إذا صرت إيجابي تكون قدوة نفسك. يعني ما يحتاج أنك تروح تسأل لأستاذ ماجد وأستاذ وائل. شكرا. أستاذ ماجد من؟ أستاذ سعيد. أيوه. وأستاذ وائل. تسأل لما الله أنا بسوي كده شرايك شرايك. لما تكون واثق بنفسك. أصرت مستقل. صرت مستقل. صرت أنت تسوي اللي تابعي. تنصر دينك. يا شك. استاهل. 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 الله يعطيه استاهل. مية. استاهل. طيب يا شباب. والله خلص. أنا أحب أقول في ختام هذا الموضوع. حشان أدخل في قضية المعرض السبوع الماضي من يفاز فيه. أحب أقول. تفكيرك هو مصيرك. تفكيرك الإيجابي هو شكل هويتك. إذا أردت أن تكون إنسان محبوب. حب ذاتك. قدر ذاتك. تقدير الذات. تقدير الذات هو حب الذات. تقدير الذات هو قبول الذات. وقيمة الذات. وحب الذات. بشروط المعروفة. الآن اسمحوا لي أعلن عن المفائز في الأسبوع الماضي. أول شيء نحب أشكر كل يشاركوا معنا. لهم وائل خواجي. ومنيف شارك معنا. وراشد. وابندر. محمد. فقط. هم مجموعة اللي شاركوا. ما شارك حتى غيرهم. طبعا المشاركات كانت جميلة. للأسف. للأسف كانت جميلة يعني. لكن في اثنين. الحقيقة يسمحوا لي أنهم اللي يتنافسون على الأول مو بواحد. آآ والبقية أنا أشكرهم. حقيقة هو راح آآ كافؤهم. أول شيء اللي فاز ما يبعشرة اليوم منه صالح. فارس وصالح. لا 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 لا. أول شيء العشرة اللي عندك. عسر هلين ولا الفارس؟ كم جمعتكم اللي فازو؟ كم جمعتوه؟ هم مددوها اللي عاش فارس؟ فارس فارس فارس. ايه معلش. هذي خمسين. ملي معك الشباب. خمسين. فارس بعد. مساعد. مساعد. طواري. ولا ولا. مس. لا أنا ما انتم. فارس معكم. خمسة كنت وانتم. ايه. ايه. طيب. طيب. اللي فاز بالعشرة منه. محمد. طيب. هدوها مطلعت. يا بعد قلبي ولا. يا الله رضا على الترضية. اول بخمسة. ما تبيه. ريالين فارس. اللي فاز المعنى طبعاً او شيء آآ المعرض الشخصي هو فكرة انك تحاول ترسم لك توقع في حياتك. الشباب بشاركوا ما قصروا صراحة بس في اثنين يعني انا اعتبرهم هم الاميز. واللي بعدهم كانوا متميزين برضو. فالثنين بيتشاركوا في الميتين. واحد بياخذ مية واحد مية. اوكي. ما شاء الله. حلو. الاول كان واق الخواجي. ما شاء الله. استاهل يا بنده. استاهل استاهل. 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 واقيد لك مشاريع كل هايوان. استاهل استاهل. استاهل. راشد. الله. الله يا راشد الله. استاهل تخير. وطبعاً. الثالث اللي كان منافس صراحة. بندر. يا سلام. يا حرب شوشو العبو. ابا الله عزال الابو. اللي شاركوا من برضو معنا منهم قلنا. محمد. ابنيف. وبنيف. يعني ما عليك. يا سلامي مشعود. حالي. الله. سلم عليك طيب والله. يا هذا. شلو هناك. كيف الحال. انا لسبوع الماضي قبلت واحد سلم عليك. الله يبركي. طيب يا شباب. انا استاذ ماجد مين هذا. اه سعيد. ايه. ايه. من بدأة برنامج. ايه والله استاهل. حليب قلبي هو. ما حبيت ان يتعود ان ما ان يكتبه كتابه. ايه. حبيت ان يحطه على شكل هرمي. ايه. بس هذا ان شاء اللي ما اخد فيها. على كل حال ما قصد. على شكل ادوار من قصد. انت انت. 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 شوفت خيال مستقبلك. عمر هالي حالي حالي تنجح. شباب. نختم. ما اللي بيأذن. الجلسة دي مباركة ما ان شاء الله. كلين اخد. الا ها عمر الملحم. مساعد. وهالرجال. بس ثلاثة. عطهم. يستاهلون. كلين اخد في هالجلسة دي. مه? يستاهلون. يستاهلون. من هم? عمر الملحم والرجال وساعد اسمه. يستاهل عمر. يستاهلون. الله يستاهل. الله يستلم كلاما الله. تستاهل. ابد ابد. تستاهل. الله اللهم لا. يستاهل. يستاهل. شباب. نتفق. نتفق على شيء. من اليوم. الى بكرة. نوقف الطقطقة والنقد. ولكون ايجابيين. بما في الكفاية. باذن الله. اوكي. انا مو بصعب لكني الله. مو بصعب ان شاء الله. نحاول كن جميعين. نحن مو بصعب. نحن مو بصعب. ايه. اذا في شخصة كل يوم مثلا انتقده. واتكلم عن افعالها السلبية او اه الصفات السلبية اللي فيه. احاول من اليوم. ابحث عن الايجابيين اللي فيه. وامدحها. يا سلام عليكم. يا سلام. سعيد. تصحيح. اصلا اذا انا حفزته هو حفزني ما راح نخصدني. راح نفيد بعه. احسنت. اما اذا حطمني حطمته صار. احسنت. احسنت. لنكون ايجابيين الى بكرة. وبعدها يبي يكمل يكمل ما يبي يكمل عد. هو هو. شكرا لكم جميعا. لون تركت في بيت البفطيس. تفضل. يقول ممد احنا والله هنحن على طور المديح ومنها ثمنا برقو فيه تلقونا اردي. يا سلام. والله لا تسال تحيي. والله انا بيت اصلا بيت. طيب انا استعدكم يا شباب. استعدكم جميعا. استودعكم الله. وهم الله. انا احيان انتقد ابو ملفي اقول انه يطول في السالف. وديكم. اقول مثلا. بيتأسر بيبناء عليمنا ترحب لا أبدا واجهك واجهك طريقة أسهل أحسنتم بداكم الله خير الله يزاكم خير نستهدوكم بشيء الله يستهدوك هذا اللي أنت تتوين نظر ما حصل على سيدي أو سيدي أو سيدي أو سيدي تحضر براسك عندي تحضر براسك مجاني ما عندك في مثال أحيانا أنا أقول عبد الرحمن أنت يا أخي إذا صرف تطول بالسانة أنا أعتقد كده أقول أخي هذه صفة سلبية فيك تطول بالسالفة وتأخذ الوقت علينا فكرت فيها ليش ما تكون إيجابية عبد الرحمن مثقف عندها ثقافة بثنين بسؤالها ليش ما أخذها بنظرة إيجابية قل عبد الرحمن مثقف عبد الرحمن هذا من الناس اللي إذا صرفت قال لا تسكت يو الله لني استفيد ولك الفخر قلب علي نستهدوكم الله شباب شكرا شكرا لك وديكم أخذت ريالين يلا من فضلك ريال يدخلك إبراهيم ريال ما يدخلك إبراهيم يطلعك إبراهيم إذا ما تدري غلب هاموريف 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 هامورك نعمورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة